كما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلعه لجذب الاستثمارات والشركات الكورية الجنوبية إلى مصر في تدليل العقبات كافة وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تسعى لإحداث طفرة تنموية على غرار التجربة الكورية الجنوبية كما أعربت عن تطلعنا إلى جذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر مع استعدادنا لتخديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو ما يأتي اتصالاً بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار والمؤشرات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي لمصر وقد اتفقنا كذلك على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وكذا تكسيف التنسيق في هذا السياق سواء من خلال إنشاء فرع للجامعة الكورية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الزكاء الصناعي في الحكومة خاصة مع قرب مواد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية النجاح